أشكرك معالي الأخ العزيز واسمح لي أن أبدأ بأن أكرر التهنئة لك لمناسبة توليك مسؤولياتك وزيرا للخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة وأطلب التمنيات لك بالتوفيق في هذه المهمة وتطلع للعمل معا للبناء على العلاقات التاريخية الاستراتيجية التي تجمع المملكة وجمهورية مصر العربية الشقيقة وكما ذكرت معاليكي علاقات متميزة علاقات تسير إلى أمام بشكل واضح يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني وفخامة الرئيس عبدالفتع السيسي حفظهم الله إلى أفاق أوسع من التعاون على جميع المستويات الثنائية وأيضا التنسيق في مواجهة التحديات الكبيرة التي نواجهها معا في منطقتنا وندرك تماما في الأردن أهمية دور جمهورية مصر العربية الشقيقة وأهمية التنسيق المشترك الذي هو السمة لعملنا في مقاربة كل هذه التحديات فمرة أخرى كل التمنيات لك بالتوفيق وأسمح لي أيضا أن أشكر معالي لأخ سامح شكري على الجهود التي بذلها أثناء فترة عملنا معا من أجل خدمة العلاقات الأردنية المصرية وخدمة قضايانا المشتركة كما ذكرت معاليك علاقاتنا الثنائية قوية ونعمل معا ضمن أليات محددة من أجل زيادة التعاون في إطارها تعزيزا لهذه العلاقات خدمة لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين وأيضا خدمة خدمة لقضايانا العربية والأمن والاستقرار والإنجاز في منطقتنا وثمت أليات مؤسسية لدفع بهذا التعاون إلى أمام معبر اللجنة العلية المشتركة التي يرأسها دولتها رئيسي الوزراء في البلدين فثمت الكثير مما أنجزناه على المستوى الثنائي بتوجيه مباشر من صاحب الجلالة وفقامة الرئيس وثمت الكثير من الذي نعمل عليه ونثق بأنه سيعود بالخير والنفع على بلدين وعلى شعبين وعلى منطقتنا وتحدثت فلخصت مع لي كل ما تحدثنا به وأعتقد أن الجملة التي تصف ما أنجزناه اليوم هو أننا أكدنا مرة أخرى على الطابق مواقفنا إزاء التحديات التي نواجه خصوصا القضية الفلسطينية القضية المركزية القضية الأولى والأساس لنا جميعا للأسف نحن اليوم في اليوم 278 يوم من العدوان الإسرائيلي الهمجي الغاشم على غزة هذا العدوان الذي اتخبت إسرائيل خلاله جرائم حرب غير مسبوقة في التاريخ الحديث لناحية قتل الأطفال لناحية قتل موظفي الألغرافة الأممية لناحية تدمير مجتمع بأكمله استهداف المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس وجعل غزة مكانا غير آمن لأي من أهلنا في غزة أطفالا رجالا نساء وشيوخا وهذا تحدي كبير جهودنا المشتركة ما تزال باتجاه وقف هذا العدوان وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها والتي تتفاقم يوما بعد يوم الأوضاع ساءت بشكل كبير كنا في مراحل سابقة ارتفع عدد الشاحنات التي تدخل غزة إلى بضع مئات لكننا في الآوين الأخيرة تراجع هذا العدد إلى ما لا يتجاوز 40 شاحنة وعدد مماثل من الأردن بشكل متقطع أيضا والمسؤول عن ذلك هو الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية ويعاقتها ليس فقط لدخول المساعدات ولكن أيضا يعاقتها لإدخال هذه المساعدات من خلال عدم توفير البيئة الآمنة للمنظمات الأمم المتحدة التي تقوم بتوزيح هذه المساعدات وبالتأكيد احتلالها لمعبر رفح ونحن نقف بالمطلق مع موقف شقائنا في مصر بإزاء المعبر وإزاء ضرورة خروج القوات الاحتلال الإسرائيلي منها حتى تعود المساعدات لتتدفقها إلى غزة موضوع الأنر وموضوع أساسي لا منظمة قادرة على أن تقوم بما تقوم به الوكالة الوكالة مستهدفة الوكالة هي هدف اغتيال سياسي لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وهذا سبق حتى أحداث السابع من أكتوبر إسرائيل أرادت تصفية الوكالة لأن في ذلك خطوة نحو مشروح تصفية القضية الفلسطينية وألغاء قضية اللاجئين وهي قضية أساسية من قضايا الوضع النهائي الذي يجب أن تحل وفق قرارات الأول المتحدة بما يضمن العودة والتعويض للاجئين في إطار حل شامل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية نحن الآن في مواجهة أوضاع تزداد سوءا في الأمس كان هناك عدوانا إسرائيليا شكل جريمة حرب أخرى في قصف اللاجئين في خان يونس ولا يمر أسبوع إلا ونرى المزيد من الأبرياء الفلسطينيين يستهدفون في أماكن لجوء سواء مدارس الأنروا أو مخيمات أخرى وهنا نؤكد مرة أخرى على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي وأن يقف إلى جانب القانون الدولي وإلى جانب إنسانيتنا المشتركة وأن يتخذ إجراءات حقيقية فاعلة لوقف هذا العدوان الإسرائيلي ووقف ما تقوم به إسرائيل من جرائم حرد الشعب الفلسطيني لا مبررة لبقاء العجز الدولي عن وقف هذا العدوان لا مبررة لبقاء هذا العجز عن تنفيذ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني إسرائيل أحالة غزة ليس مقبرة للأطفال الفلسطينيين فقط ولكن مقبرة للقانون الدولي ومقبرة للقيام الإنسانية المشتركة وهذا العجز سيكون له تبعاته لسنوات قادمة لناحية فقدان مصداقية القانون الدولي وفقدان مصداقية العمل الدولي المشترك فبالتالي نعمل مع أشقائنا في جمهورية مصر العربية ومع أشقائنا في المنطقة ومع أصدقائنا في المجتمع الدولي من أجل التأكيد على ضرورة أن هذه الحرب يجب أن تتوقف وأن تتوقف فورا وأن لا شيء يبرر عجز المجتمع الدولي حتى عن إدخال المساعدات التي تحول دون موت الأطفال جوعا وعطشا أو بسبب غياب المستشفيات الأرقام تتحدث عن نفسها لناحية عدد الأطفال الذين ارتقوا خلال هذه الحرب لناحية عدد النساء اللواتي ارتقنا خلال هذه الحرب المدارس التي دمرت الأبنية التي دمرت كل شيء يرتبط بقيمنا الإنسانية المشتركة يرتبط بالقانون الدولي في غزة دمرته إسرائيل وهذا يجب أن يتوقف وأن يتوقف فورا القضية الأخرى أن مسألة التهجير هي مسألة خط أحمر بالنسبة للأردن ولمصر وأكد ذلك جلالة الملك وفخامة الرئيس غير مرة لا نقبل بتهجير الفلسطينيين إلى خارج الأرض الفلسطينية المحتلة أو داخل الأرض الفلسطينية المحتلة ونحذر من أن استمرار العدوان يوجد البيئة التي ستدفع الناس للهرب من الجحيم الذي فرضته إسرائيل على غزة وبالتالي جهدنا أيضا مستمر في هذا بتنسيق كامل وتشاور كامل ونرفض أي مقاربة لغزة فيما يسمى باليوم التالي لا تأخذ بعين الاعتبار أن غزة جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة وأن أي مقاربة لغزة يجب أن تكون ضمن مقاربة شمولية تعالج الأوضاع في كل الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وتنطلق نحو تنفيذ خطة هدفها النهائي واضح في تنفيذ حل الدولتين وموقتة بتوقيت زمانية حقيقية لأننا لا نستطيع أن نعود إلى عملية لا أفاق حقيقية لها والواضح والذي يجب على العالم أن يدركه أيضا أنه لا يمكن أن يترك مصير المنطقة لهذه الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل وأن يسمح لنتنياهو ولي الوزراء المتطرفين في حكومته بفرض أجندتهم الإلغائية الدمارية التي لا تحترف حتى بإنسانية الشعب الفلسطيني على المنطقة لأن في ذلك ليس فقط انتهاك الحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة والكرامة والاستقلال ولكن أيضا تهديد لأمن المنطقة برمتها وتهديد أمن المنطقة يعني تهديد الأمن والسلم الدوليين أشار معالي الوزير أيضا إلى ما يجري في الضفة الغربية وما يجري في الضفة الغربية هو إجراءات نصفها بكلمة واحدة أنها تقتل كل فرص تحقيق السلام في المنطقة لأنها تقوض حل الدولتين تقوض فرص تجسير الدولة الفلسطينية من مصادرة للأراضي من توسع في بناء الاستيطان اللاشرعي من اعتداءات على الفلسطينيين من السماح للإرهاب الاستيطاني بسلب المزيد من أرواح الفلسطينيين وتدمير ممتلكاتهم وهذا خطر حقيقي نحذر منه لأنه إذا تفجرت الأوضاع في الضفة الغربية فاحتمالات توسع الحرب إقليميا ستزداد وعلى المجتمع الدولي مرة أخرى أن يقف حيث يقول أنه يقف فيما يتعلق بالقانون الدولي المجتمع الدولي كله يقول أن المستوطنات لا شرعية أن مصادرة الأراضي لا شرعية وبالتالي عندما نرى أن إسرائيل في العام 2024 صادرت من الأراضي الفلسطينية أكثر مما صادرته على مدى 30 عاما فنحن في مواجهة جهد حقيقي إسرائيلي لضم الأراضي الفلسطينية برمتها وندين بشكل كبير قرار الحكومة الإسرائيلية إحالة مسألة إدارة الأرض الفلسطينية المحتلة إلى السلطة المدنية التي يرأسها وزير متطرف ينكر إنسانية الفلسطينيين ويرفض حقهم في الحياة ويرفض حقهم في الدولة وأضم صوتي إلى صوت معالي الوزير في التحذير أيضا من خطر توسع الحرب إلى لبنان يجب الحفاظ على لبنان وأمنه واستقراره ويجب الحقول دون تطور توسع هذه الحرب لأن في ذلك دمار أكبر للمنطقة برمتها واعتداء على دولة عربية يجب أن تبقى آمنة مستقرة وعانت ما عانته على مدى السنوات الماضية ونبعو إلى التزام القرار قرار مجلس الأمن رقم 1701 حتى نحول دون تدهور الأوضاع بشكل عام فبالتالي فيما يتحلق بالقضية الفلسطينية نقف الموقف ذاته نريد وقفا لهذا العدوان بشكل فوري نريد وقفا لاستخدام التجويع سلاحا وحرمان الفلسطينيين من الماء والغذاء والدواء وحقهم في العلاج والمدرسة وأكثر من 500 ألف فلسطيني لم يذهبوا إلى المدرسة هذا العام هذا مؤشرا على المستقبل الذي ينتظر المنطقة برمتها لناحية الإحباط واليأس الذي تدفع إسرائيل الشعب الفلسطيني إلى قيعانه فهذه قضية أخرى ومرة أخرى نريد حلا شاملا يعالج جذور الصراع وجذر الصراع الأساس هو وجود احتلال همجي لا شرعي لا أفاق لانتهائه وندعو المجتمع الدولي مرة أخرى إلى أن يقف إلى جانب المبادئ التي تحكم منظومة العمل الدولية وأن يتخذ مواقف هصارمة ضد استمرار الاحتلال وضد ما يقوم به الاحتلال من جرائم أشار معالي الوزير إلى آلية التعاون الثلاثية الأردنية المصرية العراقية وهذه آلية شكلت عندما أطلقها القادة لبنة في بنيان عربي أوسع للتعاون ونحن مستمرون في العمل في دفع هذه الآلية إلى منجزات إضافية لأن فيها منفعة لنا جميعا ومنفعة للمنطقة ونموذجا للعمل العربي المشترك الذي يبني على عقاعدة المنفع المشتركة والعقاعدة التكهم بين دولنا وأيضا أود أن أنهي بالإشارة إلى الأزمة السورية فكلنا نعمل من أجل إنهاء الأزمة السورية على الأساس التي تضمن وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وتخليصها من الإرهاب وإيجاد ظروف التي تكفل العودة الطوعية للاجئين حتى تستعيد سوريا ويستعيد الشعب السوري الشقيق أمنه واستقراره وحقه في الحياة الحرة الكريمة وبالتالي نحن مستمرون في جهودنا انطلاقا من المبادرة العربية ونتحدث عن تفعيل لجنة التواصل التي شكلتها الجامعة العربية مع سوريا لنلتقي وفق الأسس التي تضمن مخرجات حقيقية تسهم في حل هذه الأزمة وتأخذنا باتجاه إنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق وحل هذه الأزمة على الأساس التي ذكرت وأكد على أن مسألة عودة اللاجئين إلى بلدهم هي ذات أولوية بالنسبة لنا نريد إيجاد الظروف التي تسيح العودة الطوعية للاجئين لأن حل قضية اللاجئين لا تكون إلا في عودتهم إلى بلدهم وبالتالي ندعو الجميع لأن يعمل باتجاه إيجاد هذه الظروف التي تتيح هذه العودة الطوعية ونحذر بشكل كبير من تراجع الدعم الدولي للاجئين والدول المستضيفة للاجئين ومسألة القاعب توفير الحياة الكريمة للاجئين على الدول المستضيفة فقط هو أمر نرفضه لأننا من دون أن يتحمل كل مسؤولياته لن نستطيع أن نوفر العيش الكريم الذي يستحقه أشقاؤنا السوريون وهذا أيضا موقف نعمل معا من أجله فكل ما تحدثنا به اليوم عكس حرصا حقيقيا يعكس توجيهات القادة بأن نعمل معا من أجل خدمة مصالحنا ومن أجل خدمة قضايانا العربية والإسلامية في إطار عملية تشاور وتنسيق مستمرة راسخة مستدامة ومصر بالنسبة لنا شقيق أساسي لها دورها الكبير الذي نحترم ونثمن وندرك انعكاساته الحقيقية على كل جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وكما ذكرت معليك من نسبة لأشقائنا المصريين الذين يعيشون في الأردن فهم بين أهلهم ولا فرق في التعامل معهم والتوجيهات المباشرة من جلالة الملك هي أن نتعامل مع أشقائنا المصريين ضيوفا أعزاء في بلدهم الثاني ونثمن عاليا كل ما يبدلونه من جهود لرفض مسيرة التاج والعمل في الأردن فأشكرك مرة أخرى معالي الأخ العزيز على هذا اللقاء وأؤكد لك بأننا سنظل على ما نحن عليه نعمل أشقاء ملتزمين بتوجيهات قيادتنا وحارصين على أن نعزز العلاقات بين بلدينا لأن في ذلك خير ونفع لنا وخير ونفع لمنطقتنا فكل الشكر ومبارك لك مرة أخرى وكل التمنيات بالتوفيق ترجمة نانسي قنقر